اشتركوا في القناة لا النهاردة هحنتكلم عن فرصة ممتازة جدا بس قبل ما اتكلم عن الفرصة دي احب اوضح اللي قناتنا قناة منح من كل الوان بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر بالاضافة ان ده الويب سايت الخاص بينا هتلاقي عليه برضو هنا من خلال الجزء ده منح دراسية متنوعة وكتيرة جدا ياريت تتصفحوها وكمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس سوير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة طيب بالنسبة لفرصة النهاردة هي عبارة عن فرصة حضور مؤتمر ممولة بالكاملة ومتاحة للجميع طيب بالنسبة للدولة اللي هيكون فيها الفرصة دي هي دولة اوزباكستان والدولة دي طبعا دولة ممتازة موجودة في قرة اسيا دولة برضو من الدول الاسلامية بتتميز بطباعتها الخلابة من افضل واحسن الدول طيب بالنسبة للدول المتاحة تقديم لها في المنحة دي كل الدول العالم متاح لها التقديم الفرصة دي هتكون في اوزباكستان واي دولة من حول العالم متاح لها التقديم واي شخص من اي دولة متاح لها التقديم بالنسبة للجهة المنحة هي مؤسسة اسمها تمام دي المؤسسة المنحة لهذه الفرصة طيب المؤتمر ده هيتكلم عن ايه المؤتمر ده هيتكلم عن الاقتصاد العالمي بعد كوفيد ناينتين تمام وكمان هيتكلم عن الصحة النفسية هيتكلم اذا كان هيكون فيه وباء آآ جديد قادم. هيتكلم عن الفقر وكيفية حل مشاكله. يعني حيناقش مواضيع كتير جدا ومختلفة هذا المؤتمر. تمام? طيب. المؤتمر ده اهدافه ايه? يقولك ان المؤتمر ده اهدافه تعزيز التبادل الثقافي والصداقة العالمية بين الشباب في جماعة نحية العالم. وكمان تطوير مهارات القيادة وبناء فريق قدر على المشاركة والاعتراف بالتنمية حول العالم. كمان توقيت المندوبين حول النظام العالمي المتغير وسن الريوهات النتيجة عن التطور في القطاع الاقتصاد. والمشاركة على تحقيق اكبر قدر من الوعي الذاتي. يعني في الاول وفي الاخر المؤتمر ده هدفه ان هو يواعي الناس عن المشاكل المختلفة اللي بيواجهها العالم. تمام كده? بالاضافة كمان ان هي تحليك الفرصة اكتشاف عظمة وثقافة والروحانية اوزباكستان. لان هيكون فيها رحلات ثقافية كتير جدا في مدن مختلفة في الدولة. فبرضو دي هتكون حاجة ممتازة. المؤتمر ده هتكون مدته تقريبا اسبوع. هيبدأ من واحد حتى اربعة يوليو الفين واحد وعشرين. المؤتمر دا هتكون مدته حوالي اربعة تيام. يعني تقريبا كده بالصفر من دولتك ذهاب وعودة. المؤتمر ده تقريبا يا بشامل كده اسبوع تمام? هيبدأ من واحد يوليو حتى اربعة يوليو. طيب بالنسبة للتمويل المقدم من الفرصة دي. التمويل اللي عندنا تمويل صراحة ممتاز جدا لان المنحة دي او الفرصة دي من موالة بالكمل هيكون فيه امساة ثقافية اول يوم في الفتاح بتاع المؤتمر هيكون فيه امساة ثقافية كمان هيكون فيه تذاكر طيران ذهاب وعودة على حساب المنحة انت مش تدفع اي تكاليف خالص بالنسبة لتذاكر الطيران هيكون فيه اقامة مجانية في فندق على حساب المنحة ايضا من افضل الفنادق الموجودة في الدولة اه كمان بعد لما تخلص حضور المؤتمر ده هتاخد شهادة ومعنى ان تاخد شهادة من مؤسسة عظيمة زي مؤسس وبرضو انك يعني تحضر تدريب او تحضر مؤتمر في دولة اخرى خارج دولتك وتاخد شهادة اثبات عليها فدي برضو في حد ذاتها بتقوي من مؤهلاتك ومهاراتك اكتر كمان اه هيكون فيها وجبات الطعام اه سنال يقام في الفندق هيكون فيه زيارة للمعالم المدينة المعالم الاسرية والمعالم الثقافية هيكون فيه حفلة افتتاحية زي ما قلنا فيعتبر ان المؤتمر ده مش محتاج منك اي تمويل هو التمويل من المؤسسة نفسها للناس اللي هتتقبل تمام طيب هنا عندنا ملاحظة ان المنحة دي لا تحتاج شهادة لغة انجليزية بشكل نزيم عنده التقديم مش مطلوب بها منك شهادة ايه اللي تستوي في الكلام ده لا بتقدر تقدم عادي من غير شهادة لغة كمان المنحة دي بتقبل اعداد كبيرة في اعداد كبيرة لانها عبارة عن حضور مؤتمر في اعداد كبيرة تتقبل فيها اه المنحة دي يجب ان تكون عمارة متقدمين بين ستاشر سنة حتى خمسة وتلاتين سنة المكسمام خمسة وتلاتين سنة الناس اللي هتقدم من ستاشر سنة لحد خمسة وتلاتين سنة كمان يمكنك اه تقديم اذا انت طالب او خريج من اي مرحلة دراسية ومن اي تخصص بتدرس اي تخصص بتدرس اه سنوية عامة باكالوريوس ماجيستير دكتوراه اه بتدرس اه دبلوم اه معهد فني اي حاجة بتقدر انك تقدم بغض النظر عن المرحلة الدراسية او التخصص بالنسبة الاوراق المطلوبة برضو الاوراق المطلوبة اوراق بسيطة مطلوب منك صورة جواز صفر او بطاقة الهوية بتاعتك لو مش عندك جواز صفر دلوقتي بترفق بطاقة الهوية ومطلوب منك صورة شخصية تمام وطبعا هيكون عندنا هنملاه وهنرفق في الاوراق دي بالنسبة لاخر معاد للتقديم في المنحة دي هو ثمانية وعشرين مايو 2021 ده اخر معاد عشان تقدم فيه هذه المنحة تمام مواد اعلان النتائج بيجي بعدها بفترة قصيرة جدا عشرة يونيو 2021 بيتم اعلان النتائج فيه هذه المنحة تمام يبقى اعلان النتائج عشرة يونيو 2021 عندنا هنا ملاحظة كمان ما تنسوش ان قناتنا قناة منح من كل الوان بتوفر خدمات اضافية زي اللي احنا بنوفر منح دراسية مضمونة القبول مية في المية في الصين كمان بنوفر خدمة التقديم بشكل احترافي. انا لو عايز تقدم من خلالنا على الفرصة دي متاح. كمان بنوفر خدمة تجهيزي لأوراق وخدمة التقديم على الكورسات. ولو عايز اي خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط استمرارات كل الخدمات في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وايضا موجود رابط خدماتنا هنا بتضغط عليها وبيفتح معك كل الخدمات المتاحة عندنا. تعال دلوقتي بقى نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحة وكيفية التقديم. تيجي تضغط على الاعلان الرسمي وكيفية التقديم عشان يفتح معك. ونشوف بقى كل التفاصيل الخاصة بالمنحة دي. تمام? طيب ايفتح معنا دلوقتي الموقع الرسمي للمنحة او للمؤسسة دي. وبسيط ان شاء الله مش معقد. تمام? وزي ما كاتبين من فوق اهو بيبدأ المؤتمر من واحد حتى اربعة يوليو الفين واحد واشرين. هنا في البداية بيديك التفاصيل. التفاصيل ان انا انا قلت هنا باللغة العربية هتلاقي موجود هنا باللغة الانجليزية. بيقول لك المؤتمر ده هيناقش عن ايه بالزبط? تلاقي كل حاجة الاهداف بتاعته. تمام? بيقول لك المؤتمر ده هيشمل ايه? موضح لك هنا التفاصيل. وكمان موضحين تفاصيل حاجة. ان في عشر اشخاص هيتم قبولهم في منحة ممولة بالكامل. هيكون فيها تزاكر الطيران الاقامة الفندق كل ده هيكون مجانا. وفي عشرين شخص هيتم قبولهم فقط جزئيا. منحة ممولة جزئيا. يعني مش هيكون فيها تزاكر الطيران بس هيكون فيها الاقامة والفندق وغيره. وفي سبعين شخص هيتم قبولهم على حسابهم الشخصي بس هيتم تسليهم الفيزا والصفر الى اوزباكستان بسهولة عن طريق خطاب الدعوة لحضور المؤتمر. تمام? يبقى احنا عندنا عشر منح ممولة بالكامل. عشرين منحة جزئية. وسبعين منحة اه غير ممولة من المؤسسة. تمام? اه طبعا ايليم كل الدول المتاح للتقديم. ذاكرين كل التفاصيل هنا. آآ كمان في حاجة اسمها فيه. لما تيجي تقدم في المنحة دي وتقدم في اللي نشوفه بعد شوية مطلوب في مقداره تلاتين دولار. دي بتتدفع عليه. زي ما انا بقول كل مرة ان اي بتطلب فيه رسوم عشان ضمان الجدية. لانه بكل بساطة ممكن اي واحد مش مهتم بالفرصة دي يدخل ويملى وحط اي حاجة وحط اي بيانات. والمنحة لما تيجي تراجع تلاقي ناس كتيرة مقدمة بس مش ناس اللي هما مؤهلين. فبالتالي المنحة عايزة تضمن ان كل الناس اللي بتقدم الناس جديين وفعلا مهتمين بالفرصة دي. فعشان كده بيحاولوا ان هما يدفعوا الناس رسوم ودي حاجة معترف بيها في معظم المنح. تمام? التلاتين دولار دي بتتدفع عشان ضمان الجدية زي ما احنا قلنا. آآ دلوقتي شفنا التفاصيل. موضح لك هنا تروي الدفع عندك في وسائل كتير للدفع ما فيش مشكلة. بعدين بعد لما نشوف كل التفاصيل دي هنا بشرح لك الايام. كل يوم هيحصل في ايه? اول يوم الا الحضور بتاعه هتعابل في ايه? تاني يوم الا هيحصل فيه? تلات يوم ربع يوم هكذا موضحين كل شيء. تمام? آآ بيقول لك هنا خمس يوم آآ بتاخد بقى الفطار بتاعك ده اليوم الاخير خلاص. اللي هو خمسة يوليو. وبعد كده بتعمل تشيك اوت وتركب طيارتك وترجع على بلدك. تمام? طيب. بعدين بنضغط على كلمة بيقول لك هنا بقى الشروط دي الشروط بتاعة المنحة لازم تكون موافقة عالية بتضغطيها سأنك موافقة عالية وبعدين بتخش على الجزء اللي بعده. وهنا ده الخاص بالمنحة. تمام? آآ اول حاجة بتطلب منك التايتل. بتطلب منك اسمك زي ما موجود في الباسبور او بطاقة الهوية بتاعتك للبطاقة الشخصية مسلا. آآ لتحط اليميل بتاعك رقم التليفون. تحط دولتك جنسيتك ايه? المدينة اللي انت عاد فيها رقم البطاقة او رقم الباسبور. آآ تاريخ ميلادك امتى? آآ الجندر بتاعك. لو انت عندك مسلا عن فيسبوك بتحط الحاجات دي كلها. تمام? آآ دي بقى بيقول لك دي بتسيبها زي ما هي كده انك بتحتاج فيه زي لوزباكستان لانهما بينظمو لك ده كله على حسابهم. هنا بقى نيجي للجزء ده اللي هو المهم واللي هي اهم حاجة المقالات. هنا هتلاقي عمدك مطلوب تلات مقالات تلات مقالات دول مهمين جدا لان اللي فوق كلها بيانات اساسية. بياناتك الشخصية. انما هنا التلات مقالات دول بيتم تقييم كل طالب على اساس المقالات دي. لما بتكتب مقالات كويسة وبشكل كويس بتكتب كويس بيتم تقييم طلبك وبتكون ان شاء الله من احد المقبولين. فبي بيقول لك ليه عايز تقدم للبرنامج ده? ايه طموحاتك? آآ ايه بتاعتك او خلفيتك? آآ كده يعني ايه الافادة اللي هتستفيدها لما تنضم آآ للبرنامج ده فقوس باكستان. تمام? بتجاوب على كل مقالة من المقالات دي بشكل احترافي وبسيغة كويسة. بعدين بترفق بقى الاوراق هنا. تحط اه هنا دي الاصالة الدفع. مش احنا قلنا فيه تلاتين دولار بتتدفع. لما بتدفع بتاخد انك دفعت وبتعملها هنا. بتحط بطاقة الهوية بتاعتك او صورة جواز سفر وبتحط الصورة الشخصية بتاعتك هنا. وبعدين بتمضي هنا امضاقك خلاص انك مليت كل شيء. وبعدين بتعمل صميت الابليكيشن. ويبقى انت كده قدمت بنجاح للمنح. تمام يبقى زي ما احنا قلنا. نركز على التلات مقالات لانهم دول اهم حاجة عشان تقييم الابليكيشن بتاعك. فكده احنا شرحنا كل التفاصيل منحة. منحة مميزة صراحة اه بيتحليك الفرصة انك تسافر بالمجان على حساب المؤسسة. مش تدفع اي حاجة خالص. فرصة انك تزور بلد تانية. فرصة انك تقوي. موقفك في الصفر. فيما بعد لو حبيت تسافر لدولة من الدول الاوروبية القوية. بيكون يعني مزبت انك سافرت وشفت دول تانية غير دولتك وده بيساعدك اكتر. يعني صراحة حاجة ممتازة جدا. كمان ما تنسوش خدماتنا اه اللي احنا بنساعد على التقديم بشكل احترافي وبنوفر منح مضمونة القبول في الصين. وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفيق ولاقول لكم في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.